الأصابجي الأصابجي بيربع عليك الأصابجي ده يعيني اتكسر يعني ايه اتكسر؟ كان بيحبه مكلسون فعلا يستر أكيد طبعا هنقولك حاجة لا حب عاطفي يعني ها حب طبعا 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 هقولك أنا على أنا كنت عامل كتاب عن مصخير محمود الشريف فيه مقدم مقدم الأصابجي للنيابة بتهمة القتل ده دي وثيقة يعني الأصابجي اتهم بمحاولة قتل محمود الشريف لما تعرف أنه كان خاطب ومكلسوم أنا حضرت كلمتنا في مرة في الحكاية دي آه أنه أنه فالأصابجي الجنن إزاي مكلسوم تتجوز يعني وفي الآخر فطلع ومن الحب ما قتل أيه فعلا ده طلع في الدور وما في الفيلا فطلع مثلا في الدور التاني أو التاني زي ما هي قاعدة فأم مكلسوم لحظت أنه هو إيده بتترعش إيه أصاب ده اللي معاك واقع من المسدس كمعا مسدس هيضرب بيم مكلسوم أكيد لا هيضرب بيم محمود الشريف محمود فمحمود كممكن يهدي اللعب يعني لا ما خلاص المسدس هو على الأرض كويس مفروض لا ما هداش قدمه للنيابة يعني تقدم الأصابجي للنيابة بتهمة محاولة قتل محمود الشريف فشوف الحب قد إيه المهم الأصابجي بيعبر عن مأساها إنه هو في سنواته الأخيرة منذ نهاية الأربعينيات مكلسوم كان يعرض عليها ألحان ما تاخدهاش آه فمرة الأستاذ كمال الطويل أنا سألته قلت له أستاذ كمال هو الأصابجي ليه يعني هل يتوقف الإبداع لحظة واحدة يعني ممكن أنت مبدع قد الدنيا أنا فكر ناتب مثلا مادم تحب بتنكر ليه رأي الحبيب يعني يعني ألحانه للمكسوم حاجة خطيرة يعني لما تسمع أنا شخصيا مادم تحب بتنكر ليه ممكن أسمحها عشرين مرة في اليوم ومزهقش فكنا آه طبعا آه واخد بالك أو رأي الحبيب أو يعني وهكذا طب العظيم ده دي من الكلاسيكيات طبعا طب العظيم ده إيه اللي حصل له يعني إيه فجأة هل توقف الإبداع فقال لي الأستاذ كمال إنه سأل سأل أصابجي قال لي أستاذنا والأستاذ كمال طويل كان يعني عنده عرفان لكل الكبار ويقدرهم قال له يعني إيه اللي حصل قال له بص أم كلسوم يعني يعني مقدرش أقول إنها بترفض تاخد أرحاني لأ دائما تقول له قدم لي جديد ممكن تكون مرة رفضت لكن وده عادي بتقوله قول لي جديد فقال له أول ما أمسك العود وابتدي أفكر في جملة ألاقي غمامة سودة قدامي تمنعني من التلحين ده كان التعبير يقول له كمال الطويل عن لماذا توقف هذا الموسيقار العظيم عن التعامل مع أم كلسوم ده حاجز نفسي حاجز نفسي أنا رأيه أه أنت جبت من الآخر هو بيحصل أحيانا لما بتتكسر فكرة قوتك الإبداعية يعني أنت لما تشك أنت مثلا لما تشك في قواك الإبداعية ده بيضعفك إبداعيا يعني هو كان زمان الملحن بيبقى عنده جرأة بيمسك العود ويقول ويحس اللي بقوله ده شيء جميل لو أنت في لحظة فقط القدرة دي على الإحساس بالجمال اللي بتقوله جميل وقوي ومؤثر تتردد يا ترى حلوة يا ترى وحشة أو المتدي بقى يا ترى دي كتير والتردد دي كتير أعتقد ده ده اللي اغتال الأصابجي يعني